السلام السلام و السلام عليكم موسى الحلو اليوم تكملت القصة يلي حكينا فيها المرة الماضية إذا كنت أول مرة عبتحضرني ممكن تحضر الفيديوهات السابقة لتعرف القصة شلون صارت ومثل العادة قبل ما نبلش حطوا اللايك هلله مشان ما تنسى و راح نبلش بالفيديو الماضي حكيت شلون اطلعت من اليونان على مقدونيا ومن مقدونيا على صربيا ومن صربيا على كرواتيا ومن كرواتيا على سلوفينيا وقفنا حاليا ننكفي القصة من سلوبينيا الثاني يوم إلنا بسلوبينيا حجزون نباصات وطلعنا فيهم على النمسا وصلنا على النمسا كانت الدنيا بياض تلج وبدأت معاملة الشرطة تتحسن معانا يعني بتحس بالفرق لما تكون انت بدول مثل دول بلقان وبتوصل على النمسا أخذونا بالنمسا على كم أو مجمع ونيك أكلنا لأول مرة بعد أسبوع كامل طون وساردين وبنادورا واجبة صخنة أنا كنت حتى شبعاني بس أكلت رغم عن ذلك لأنه معدتي كان ما دخل لشي صخن من فترة عدا القهوة تشاي فاسترحنا بالكمب هذا والتجمع لكذا ساعة وبعد حجزونا قطارات من النمسا على ميونيخ رحنا على محطة القطارات وكانوا حاجزيننا بقطارات مرتبة شكله مثل الطيارة هو الـ HCA كانت أول مرة بركب الـ HCA وهيك مبهرت فيه لشت أحسك براحة نفسية فيه تطور بشينا بهالقطار على ألمانيا وبلشنا نشوف جمال النمسا بلش الواحد يشوف الجمال تبع أوروبا تفسيتك بتتغير تلج بكل مكان بيوت خشبة صغيرة وجبال وديان شي رائع لحد ما وصلنا في محطة القطار كان فيه ناس عم يستنونا وهن اللي أخدونا على كامب عسكري بألمانيا كان هو مطار عسكري نبنا ليلة بهذا المطار العسكري كان مقبولي تاني يوم أخدونا وقالونا لازم تطلعوا ترانسفير على مدينة تانية فاطلعنا أخدونا بالبساط ورحنا على مدينة تانية كان الكامب اسمه هلينجن بيلينجن هلينجن بيلينجن ما بعرف اسم غبي مثل الكامب ومثل المدينة ومثل اللي موجودين بالكامب بالوات اللي دخلنا فيه على الكامب فتشونا إذا فيه معنى شي فتشو إذا فيه معنى شفرات إحلاق فتشونا أنه هذا الكامب هو قمة الإجرام فيه كل أنواع المخدرات الجنسيات المتواجدة من كل بقاع الأرض أفغانستان، إيران، أفريقيا، عرب، أجانب كله فتنا لجوه وشفنا الشي بعيننا ناس واقفة هيك كل ثلاثة أربعة على زاوية كأنك بايت على سجن محل ما بتنام العالم كان فيه كونتوبلاكات بتفصل بيناتهم يعني انت بتسمع الطرف الثاني والطرف الأولاني وهم بسمعوك والقصة شربت عدس المهم إلنا يلا منشوف بلكي الوضع يتحسن بكرة فتنا والوضع كان مأساوي يعني حتى كنت بدي أشحن تليفوني لازم أستنى على دور كان في وصلة كهرباء مدورة فيها خمسة للست جكات وني بدك تستنى لحتى تشحن تليفونك أهلاً لا طلعت أوروبا مو متل ما كنا متخيلين المهم مجبورين نمنى ليلي بهذا الكامب وتاني نهار أنه اللي بيحب النبي يخلي وين تضلب هيك كامب؟ لعما بقلب الكمب حمدته وحمصة بحب النبي يخلي رحنا أنا وأغلب العيال حجزنا طيكتات قطار وكل واحد طلع على جهة لأنه في نسبة من الناس أصلاً ما بده تضل بألمانيا أنا كنت واحد من الناس ناس سافرت على بلجيكا، ناس سافرت على الكسونبورد ناس سافرت على السويد بس النسبة الأكبر ضلوا بألمانيا أنا وجهتي كانت بريطانيا بسبب اللغة الإنجليزية وقلت مشان ما أتعذب وأطول وني كنت أتعلم الإنجليزي كام شهر سوف تفعلها جميلة بعدين تبدل الشغل أو دراسة أو ما إلى ذلك بس للنصيب كنت بدي أزور رفيقي هون بألمانيا فحجزت بالقطار على مدينة مونستر على جان ونيك استقبلني لأسبوع رواء حمام ميصخنة عادة بالبيت مرتبة غرض نظيف تحس بالفرق وأنا كنت صراحة بدي أريح قبل ما أرجع على موضوع اللجوء وكمبات قلت شوي الواحد يعيش له أسبوع زمن هيك رفاهية فعادت بالأسبوع والله عشت سياحة بألمانيا أكل بالمطاعم ما شاوي ما شاوي على المحلات العربية كان الوضع رواء خلصت هاد الأسبوع وطلعت على مدينة اسمها زار بروكن هناك كان في كامب اسمه ليباخ سلمت حالي فيه لأنه قالوا للإجراءات أحسن طبعا هوني فيه شغلي عند السوريين بس تطلع خبرية بتنتشر عند الكل وقلت لي رحت أنا سلمت حالي ما ضل واحد بألمانيا كله إلا ما سلم حاله بليباخ لهيك العالم اللي سلمت حاله جمعوهم كله هاتون ورجعوا وزعوهم على ألمانيا فأجى نصيبي أنا بمدينة اسمها ترير هناك بكمب اسمه هرمسكايل أعطوني تيكت القطار ورحت على هرمسكايل نزلت قدام الكمب ونزل معي كم واحد مبيني كمان سوريين مثل حكايتي هو الطريق هيك كله تترك ناس تتعرف على ناس تانين ترجع الناس اللي تعرفت عليهم بيروحوا تتعرف على ناس غيرهم بس المهم صرنا رفقة أنا وهدول الناس اللي تعرفت عليهم علموني عالتريكس مشان هيك لابي زبالي بس سموني ملك التريكس للصراحة لأنه كنا كل يوم نلعب تريكس وأخسر فتنا على الكمب مع العيل التانية ولا فيه خيم من أول وجديد إلنا خلصنا من المعاناة على الأساس لنرجع لهون فوت على الخيمة فأخذونا السكوريتي إنا لهم طلعوا إذا بدك تحطنا مع أفغان ومع إيران ومع مدري وين وصل لك خمس دقائق وتعال شيلنا لأنه راح نسوي مشاكل بدنا هيك أن نتبلع على العالم إنك ما خرج تعيش مع حدا ما بتعرف لغته عاداته غير عاداتك وتيجي تنحط أنت ويا بمكان لا أنت حاب تكون فيه ولا هو حاب يكون فيه فبدأ تصير مشان شان هيك الأزبط كان إنك تضلك مع سوري أو مع عرب على الأقل هو هذا السكوريتي كان سوري الأصل فتفهم شوي وسمعني واحد من الشام عم بحكي هو بيشتغل من المطبخ معاهم بيساعدهم بس هو لاجئ فسمعني هيك قال لي وين ها من وين أنت؟ قال له أنا من حلب ريف حلب منبج قال لي تعال لهون ما تخاف قال له للسكوريتي عندي أخذنا الزلمة هو طلع زعيم الأووش تبع الخيمة مدري أبو إيش كان بس هيك زلمة هيك ناصح شوي أخذنا ورحنا وبلش وحطوا لي هالعيلة بالخيمة هاي وهي العيلة حطوا لي ها هون مهم علم بزبط كل العالم مزبطلون أمورون أم قال لي انت وين عيلتها؟ قلت له والله والله ما عندي عيلة أم قال لي تعال انت على العزة بيه محسوب والله الزلم هو مزبط له حاله خيمة خمسة نجوم سارق شريط كهربة مشان يشحن التليفون إمتى ما بده ايه بالكمب اللي عنده شريط كهربة متل اللي عنده شاليه على شا اسمه هاي؟ اللي عنده بالكمب شريط كهربة متل اللي عنده شاليه بمرسين أقعد يوات بركنا بهالخيمة يوم يومين بلشوا يطلعوا العيل من الخيم على المباني في العيلة تاخد غرفة أو ياخدوا عيلتين بغرفة واحدة بس محسوبك ضل بالقاووش مع زعيم القاووش علي الحلال متل السجن مزبط اجت المسؤولة بعد ما طلعوا العالم صارت تترتب التخوت والخيم وتاخد الشراشف أنا بما أنه ما عندي شي صارت أساعدها رتب معاها بصار بيناتنا حديث قالت لي معك عيلة معك حدا قلت له والله أنا لحالي خبرتني أنه للأسف الأولوية بس للعيل الشباب بحيضلوا مبدئيا هون لا لا ايش بنا نساوي أمرنا الله سكتت شوي وخبرتني أنه ممكن يعني نغير شوي الموضوع ونقول أنه أنت معك أشخاص هني عائلتك قلت له أكيد أنا مين قالك أنه ما معي أشخاص هني عائلتي هلا بروح بجيب بحي اللحظة وبحطي لك ياه بدفتر عائلة المم قديني الغرفة خبرتني جيب حدا وتعال لا أعطيك غرفة رحت على المطعم تبع الكم كان فيه هونيك شباب بعرفهم جبناهم ننالوا نتعالوا يلا في غرفة أجو الشباب رقض لأنه أنت ما بتعرف ما شو معنات غرفة لتكون قاعد برا سجلت أسامينا عطتنا الغرفة رحنا نمنع احنا أربع أشخاص كان فيها أربعة خوت فيها طاولة مكتب صغير فيها خزينة فيها حمامات برا مي صخنة رحنا اشترينا غراض مشان نساوي أكل فول حمص اشترينا صخانة ميصر نساوي بقهوة على كيفنا سق تماما انت اللي بتتابع انت ما بتحس بقيمة الشي لتفقده أنا كنت عندي غرفة وعنا عايشين ببيت بس بتشوف هذا الشي انه هذا الشي طبيعي يعني أكيد يعني وهم داك تعيش لما تعيش أسبوع كامل بالشارع وتجي على غرفة مع أربع أشخاص كتير صغيرة يدوب في محل للنومة بتحسها قصر شعوري بهديك اللحظة لا يوصف وبسوط كتير سعيد عندي غرفة عندي مكان أنام فيه فيه طاولة ممكن تحط عليها جاء القهوة الصبح تدرس عليها مكان دافي شعور تاني لهيك كون ممنون كون ممنون بالمحلي اللي انت فيه وتحمد ربك على هاي النامة فيه كتير ناس حاليا بالخيم بهاي الأجواء قول الحمد لله قول الحمد لله على النامة هذا هو تعليق اليوم الحمد لله على النامة بس راح نكمل ما راح نوقف اليوم راح نكمل السؤلاف الى الأخير بعد فترة بالكمب امرضت راح تحللت بس خبروني انه لازم أضل بالمستشفى استغربت اني لازم أضل بالمستشفى لانه انا كنت طبيعي يعني ما كان فيه شي عبي جاء يعني مغص بسيط بس اجى الدكتور ومعه ممرضين واخدوني وحطوني بغرفة غرفة مثل الحجر مثل الحجر الصح ممنوع حدا يجي في زورك ممنوع انت تزور حدا ممنوع التواصل مع اي حدا اهلا وسهلا اش معاي ليش يا حبيبي مرض خطير مرض خبيس صار ستمية وخمسين الف سيناريو يلعب راسي وقلت اكيد اجز مقدة زياء حبيب الله لا يوفقك شكله الموضوع وبالفعل خفت خوف ما خفته بحياتي لانه انا فكرت انه معاي مرض خطير ومحجوز انت بالغرفة وممنوع تشوف حدا ويش شي طبيعي طبعا انك تسوي مشاكل صارت اصيح وفين الدكتور قبوا الدكتور قال عن ابوك وابو الدكتور اجا الدكتور اقول له هلا بتقولي انا ايش معاي بدي اعرف قل لي معك سلمونيلا طلع صاير معاي تسمم واكل شي غلط ومشان هيك بالامعاء صاير عندي مشاكل فحكيت مع الدكتور انه خبرني من الاول يا رجل انا فكرت معاي شي خطير كنت راح اجنه الحمدلله ما كان في شي خطير وبلشت اتقلم بعد كم يوم عن المستشفى بصراحة ما كانت سيئة هي بعد كم يوم حسيت انه في ناس هي عبتجيب لك الاكل وانتي عاد بغرفة لحالك وفي واي فاي عبتحضرك اليوم افلام ختمت الافلام اللي ما كانت حضرانة قبل وبلشوا اصدقائي من الكم كمان يجيبوا لي الشوكولاتة ومنجايات وهنو دلال ليش لا اطلع انا وفترة وجودي بالمستشفى هناك بعد كم يوم صاروا ياخدوني انا مشان ترجمة وصارت ااخد مصاري عليها يعني قاعد فعليا اكل شارب نايم وعبت فعلي مصاري بس للاسف صار وقت طلعتي رحت على الدكتور وقلت له شوف يا دكتور انا على مسئوليتك بطلع لكن شكلي راح امرض مرة تانية مشان ما اطلع امرض وارجع اجي خلاص بضلني قاعد هوني لبين ما يجيني الخروج الترانسفير طبع الكمب انا مو احس انه ايه عجبتني لقاعدة لايقتلي انا مالي طيب ماشي مو مشكلة منشوف لانه كنت حتى راح افيدوني يعني بيترجمة وهل اصاص هاي المهم قاعدت بالمستشفى باللطط اجاني بعد الفرز على ضيعة اسمه ارمزهايم تبعد عن مدينة مينز تقريبا مصة على الاربعين دقيام ضيعة بتجنن بيوت وخضاء وكل شي حلو بس ما فيها جباب كلها من الخمسين وخور ما بتشوف شباب على الخالص انا كنت اشوف الشب الشارع اردد عليه ينهزم هو يخاف مني بلقى بس بدي اسلم عليه شب انت عمرك تحت الاربعين سنة نسوان زلم هاي انت حتتبس يعني حتتباس ضليتني عتمت اكتر بس اليوم ما في خطورة اي بشر حوالينا وبيوت رحنخلص الصلافة يعني رحنخلصها عطينا اشتراك رشفة من القهوة ضليتني بارمز هاي بتقريبا سنة لحد ما وصلتني لايقامة بعد شي سنة وشوي بس استغلت هاي السنة اني تعلمت الماني بالبيت وشاركت مع فريق كرة قدم بالضيعة فريق قوي تعلمت كرة القدم بطريقة احترافية اكتر وتعرفت على اول صديق الي الماني اسمه كريس وكريس وانا لحد الان من اعز الاصدقاء حاليا هو موجود ببلجكا بعد ما جتني لايقامة فتشت على سكن ولاقيت سكن طلابي مع شبين وبنتين انتقلت على مدينة مينز هون اغلبية طلاب الجامعة بيستأجروا بيت كبير والغرف اللي بالبيت بتتأجر على طلاب تانين شباب انا حسب انا البيت اللي قبلوني فيه كان هو شبين وبنتين كمان لسه عندي علاقة مع اثنين منهم لحد الان ووحدة منهم هي من كمان اعز الاصدقاء الي اصدت كتير بهاي الفترة اللي اعادت معاهم عرفوني على البلد عرفوني على ناس سجدات تعرفت شلون الالمان بيفكروا وصارت كتير اصص اصص خبية و اصص حلوة لو كان بتكن تسمعوا اصص تانية اكتبوا لي المهم بعد ما خلصت اللغة وصلت لمستويات عالية فيها قدمت على الجامعة على كلية الاخراج و الاعلام وحاليا انا بتجامعة عب بدرس هاد الاختصاص اللي كتير بحبوه والله ما انم علي اني عايش هون و اهلي قريبين علي وبس هاي كانت باختصار قصتي مو المهم مين كنت المهم مين انت و مين رح تكون لانه انت اللي قادر تصنع مستقبلك بايدك بيعرب بالعالمين طبعا وبشغلك هالشي صعب بس مو مستحيل بتشكرك لاهتمامك بقصتي لانك تابعت الفيديو للاخير تبلي تحت ازعج بدك القصة واللي بيحب يشارك قصته معي يبعتلي اياها و انا رح انشارها هون لايك وشير وسبسكرايب يلي لسه مو مشترك تصبحوا على خير